الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعد وبعد فإن هذه تذكرة لمن شاء أن يأخذ بها وموضوع هذه التذكرة هو الرد على المخالف والرد نوع من الجدل والجدل يسبه الصراع الذي يكون بين خصمين وذلك أن كل واحد من المتجادلين يريد أن يضع الآخر على الجدالة والجدالة هي الأرض والأصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن إذن هذا هو منهج الإسلام في الرد على المخالف أو في المجادلة التي تكون مشافهة أو تكون محرارة ومعنى بالتي هي أحسن أي بالطريق التي هي أحسن آخر درجة في الحسن وذلك لأن الاعتراف بالحق يصعب على كثير من الناس فهو ثقيل عليه ولأن قبوله منك أثقل عليه لأنك خصم في نظري ولأن الاعتراف بالحق أيضاً أمام الناس أثقل وأثقل فلما كان الأمر بهذا الثقل يحتاج الإنسان إلى أن يلطف كلامه وأن يرطبه بالقول الليّن والقول الحسن وهذا هو بريد صلاح الأعمال ألم تر إلى قول الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ فجعل صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب ثمرتين لتقوى الله تعالى والقول السديد أي القول المصيب وفي تراثنا وواقعنا ظاهرة غير حسنة وهي القسوة في الرد والغلظة في الكلام لا سيما في العناوين وهذا الذي أريد أن أركز عليه في هذه التذكرة لأي معنى يعمد الإنسان إلى اختيار عنوان لرده على المخالف الذي هو أحد المسلمين وهو أخوه لأي معنى يشهر عليه الرد بسلاح مصلت فيقول مثلا السيف البتار أو السيف القاطع أو السيف المسلول أو الشهب المحرقة أو القواصف الرعدية وأمثال ذلك من العناوين التي تزخر بها مكتباتنا وليس من سبيلنا أن نتكلف العذر لأولئك السابقين رحمهم الله تعالى ولكننا نستغفر لهم فإن هذا المنهج منهج الخاطئ وإن كان قد اتخذه منهجا بعض العلماء فإذا أردنا مثلا أن ننظر إلى بعض العناوين السابقة التي اتخذها العلماء عنوين لكتبهم فنجد مثلا السيف المسنون اللماع على المفت المفتون بالابتداء وهناك السيف الهاوي على رقبة المناوي وهناك أيضا السيف الصارم في قطع العبد الظالم وهناك كتاب اسمه السيوف المجلية والمدافع الرعدية في رقاب وقلوب المنكر على السادة الصوفية وهناك السارم الهاشم لدماغ محمد هاشم نسأل الله السلام والشهب المحرقة والسيف البتار لمن قال بفناء النار ويستطيع الإنسان أن أيضا إذا أرد أن يرد عليه أن يضع عنوانا اسمه الجيش الصربي المسلط على عبد العزيز الحربي بعض الناس لا يريد إلا السجعة يبحث عن السجعة ويريد ردا قاسيا أو عبارة قاسية تناسب هذه السجعة أو تناسب الإسم كما صنع هذا الذي سمى كتابه الصارم الهاشم لدماغ محمد هاشم أعجبه فقط اللفظة المناسبة لكلمة هاشم ولم ينظر إلى العاقبة ولم ينظر إلى غاية رده ما هو الهدف؟ ما الهدف من ردك على المخالف أو على الخصف؟ أليس من هدفك النبيل أن يعود إلى الحق وأن يرجع إليه؟ أليس من هدفك النبيل أن تجادله بالتي هي أحسن؟ أليس من هدفك النبيل أن يعود من اغتر برأيه؟ هذا إذا كان خصمك على باطل فقد تكون أنت أيها الراد لست على حق ويكون هو على حق أو أن تكون على باطل وهو على باطل فإذا كان الهدف هو بيان الحق والهدف الأسمى أن يراجع ذلك الذي ترد عليه أن يراجع نفسه وأن يكون كلامك دليلاً له على الحق وأن يعود إلى الحق بسببك فإن الوسيلة التي اتخذتها وسيلة غير صحيحة بل تزيده بل تجعله لا يقرأ كتابك وإن قرأه فإنه يقرأه للرد عليك للرد على الرد الذي كتبته فلابد أن يكون هناك بصيرة في هذا الأمر وأن يكون هناك حكمة فكلنا داع إلى الله سبحانه وتعالى وهذا يشبه الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التقاء المسلمين بسيفيهما إذا كنت تلقاه بسيف قلمك وهو يلقاه بسيف قلمك وكل واحد يريد غلبة الآخر وطرح الآخر على الأرض وصرعة المسألة ليست مصارعة المسألة إنما هي مناصحة ولو قدر لك أن تذكر بعض محاسنه في الرد عليه لكان خيرا وأقوم يعني من بعض الطرائف أو من الطريف أن بعض الطلبة العجم أراد أن يرد على زميله بعنوان بكتاب عنوانه يشبه هذه العناوين إلا أنه ألطف لكنه يبحث عن السجعة هناك من يبحث من يبحث عن السجعة وهناك من يبحث عن عن الكلمة القاسية المناسبة للإسم أو للسجعة فاسمه اسم خصمه أو زميله اسمه منّاع فكتب فقال إنه سيرد عليه بكتاب عنوانه البحر المضارع فالرد على منّاع لأن كلمة المضارع مختومة بعين ومنّاع أيضا مختوم بعين هكذا ظن أن المسألة بهذه الطريقة ولعل الله صرفه وهداه عن هذا عن أن يقول السيف اللماع في الرد على منّاع فصرفه إلى البحر المضارع وهو ألطف الحاصل أن الرد على المخالف هو نوع من النصح والنصح يحتاج إلى أن يغلف بثوب رقيق وبالمناسبة مثل هذه الظاهرة ليست موجودة عند النحويين أو عند اللغويين هل يعود ذلك إلى دقتهم أم يعود ذلك إلى أن أولئك الذين ردوا بعبارات قاسية هم يردون إما في الأحكام الفقهية أو في الأمور المتعلقة بالاعتقاد وقد تأخذهم الغيرة وقد تأخذهم العزة للدين وللحق فيختارون مثل هذه العناوين الله أعلم قد يعود إلى دقة اللغويين وتحريهم للكلمة الصائبة ولهذا من فوائد اللغة أنها تعلمك الدقة وحسن القول والتحرير أو حسن الإصابة فيما تقول هل هذا الكلام على إطلاقه؟ هذا كلام عام ولكنه في بعض الأحوال قد يحسن منك أيها الراد أن تختار العبارة القاسية التي تجتمل على تأنيب وتأديب لأن الذي ترد عليه هو إنسان قد أساء الأدب ويحتاج إلى أن يعنف وأن يغلب عليه في القول كإنسان شتم الله وشتم الرسول مثلا فهذا قليل أدب ولا بد من الرد عليه بقسوة ولا بأس حينئذ أن يقال الصالم المسلول في الرد على شاتم الرسول مثلا هذا لا بأس به لكنه حينما يكون من باب الاختلاف في مسألة من المسائل مهما كانت تلك المسائل وكان ذلك الذي ترد عليه يتكلم يتكلم بطريقة علمية أو هداه بحثه أو رأيه إلى ما وصل إليه حتى لو كان هناك ما يدل على أنه قد أخذه الهوى لكنه ليس لديك دليل يقيني على أنه صاحب هوى هذه هي التذكرة التي أردت أن أذكرها وأن ألقي بها في ميدان أهل العلم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى القول الصحيح وأن يهدينا لمختلف فيه من الحق بإذنه وأن يجعلنا ممن يهدون إلى القول الطيب أو إلى الطيب من القول وإلى سديد القول وإلى الكلام الحسن والكلام اللين والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر